سلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناة وصفات أم هيتم اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم وكيف ما وعدتكم غدي نحضر معكم وصفات لي منزلية لما نشريوها اليوم ان شاء الله جبت لكم سر المخابز لتحضير خبز القمح الكامل بأقل تكلفة مع جميع الأسرار باش يجيكم خبز ليه وخفيف رطب مسفج وصيحي في نفس الوقت بدون إضافات وبدون محسينات نتيجة كيف كتلاحظوا معايا هي نتيجة لأكتر من رائعة ومرضية جدا جدا الناس اللي كيسولوا على أسرار المخابز في تحضير خبز القمح الكامل اليوم ان شاء الله جبت لكم هاد الوصفة هاد اللي انتمنتنا لإعجاب ديلكم كيف ديما ما تنسوش اللايك الفيديو تبرتاجهوا مع أحبابكم وصحابكم وفي مواقع التواصل الاشيماعي وندوزوا مباشرة للمقادر وكذلك كيفية التحضير فبالنسبة المكونات هاد الخبز هي لا تتعدى تكلفات ديال الخمسة ديال الدراهم غدي نحتاج فيها هنا الفارينة فارينة العادية اللي كان ناخده من عند البقاء اللي كانت سوى ربعة دراهم للكيلو غدي نحتاج منها أنا اليوم هنا ثلاثة ديال زلايف كل زلافة فيها ميتين وخمسين جرام يعني بالمجموع ديال الدقيق سبعمائة وخمسين جرام اولا كيلو اللاروب ديال الدقيق بالنسبة للكيلو كيف قلت لكم كي سوى ربعة ديال دراهم يعني اخذت ثلاثة دراهم ديال الدقيق مع جز لايف هنا اللي غدي ندير ديال النخالة كيفك تلاحظو كذلك النخالة كات سوى ربعة دراهم للكيلو بالنسبة لهات جز لايفة عندي فيهم ميتين جرام ديال النخالة غدي ناخد ان شاء الله هاد دقيق ديالي بطبيعة الحال كتكونو مغربلين ومن قبل وغادي نمزج الكل في القصرية فبالنسبة لهذا الخليط هذا او لهذا العجين هذا ما غادي يحتاج منكم ان شاء الله لا دلك ولا مجهوده كي يجي خبز ليهو اكتر من رأيك في شو معايا وصيحي والتكلفة دياله كتقام رخيصة بزف بزف متناول جميع يعني بالعكس ديال التمن اللي كان ناخده من المخابز عفوا فالخبز ديال الدقيق القمح كي يكون التمن دياله زايد في المخابز غادي ناخد ان شاء الله هالدقيق مع النخالة بالنسبة للنخالة ممكن تنقصم الكيمية ديالها ولكن ما تزيدوش اكتر من اهد هكا يعني ثلاثة ديال عبارة ديال دقيق الابيض مع جوز العبارة ديال النخالة مزجد الكل جيدا وغادي ندير هكا حفرة في الوسط وغادي نضيف الملح اللي كيبقى على حسب الضوء فقط مع خميرة حبيبات بالنسبة للخميرة انا غادي ندير هنا ملعقة كبيرة ممتلئة لان الجو عندنا بارد وبطبيعة الحال الخميرة ركا تبقى على حسب الجو على حسب الكمية ديال الدقيق اللي انتو ما خدمتم فقط ما غادي نزيد لا سكر لا أسل اللي حتشي حاجة الملحة والخميرة والماء اللي هو دا فيه غادي نضيف هنا واحد الكمية اللي هي يعني قليلة هكا على هاد الخميرة نحاول ندوبها غير شوية ولكنت عندكم الخميرة النوعية اللي ما كت يعني ما كتدوبش بسرعة فانتو ما حاولوا تدوبها في شوية ديال الماء عضيفوها على الدقيق قد يبدأ دبا إن شاء الله بإضافة الماء اللي هو دافي طبعا بالتدريج على الدقيق فبالنسبة للدقيق يعني كيختلف النوعية دياله فبما أنه يعني النوعية اللي هي عادية قد يبقى نضيف غرب التدريج وكل واحد على حسب نوعية ديال الدقيق اللي استعمل بالنسبة لهاد العجين كيف كنت لكم ما غادي يحتاج منكم لا دلك ولا مجهود ولا حتى شي يعني مجهود اللي هو كتير فقط كان بقى نضيف الماء بالتدريج وكان دخله في العجين حتى كان تحصل على العجين اللي هي مرخوفة نوعا ما وكتلتسق باليدين نخليكم الآن مع الصور فكيف شتمعي من بعد ما دخلت كمية ديال ما لا بأسة فيها بالعجين تحصلت على العجين اللي هي مرخوفة كيف كتلاحظو وكتلتسق في اليدين فهدا سر من أسرار نجاح هاد الأنواع ديال الخبز هدا وأنكم تخليوها خفيف باش يعطيكم كذلك نتيجة اللي هي زوينا خديت واحد القطارات ديال الزيت ودهنت لها الوجه ديالها بالزيت ونغطيها إن شاء الله بالبلاستيك ونخليها حتى غدي تختمر يتضاعف الحجم ديالها وعد رجوع إن شاء الله باش غدي نشكلوها فمن بعد ما كيختمر معايا العجين كيف كتشوفوا معايا وكيتضاعف الحجم دياله دفا بشكل عادي غدي ننزل ما انو الخميرة كيف كتلاحظو ومن بعد غدي نبدأ إن شاء الله باش غدي نقطع العجين ونشكلو فغدي ناخد هنا إن شاء الله النخالة نجرسو بطبيعة الحال بالنخالة لانها يعني درناها في العجين فقد نقرسها ان شاء الله بالنخلة باش نستفدو كدلك من القيمة غذائية اللي هي اكتر غادي نحاولها كان بقى نبلل اليدين ديالي بشوية ديال المال لانا كيفشتوا معي عجينة اللي هي خفيفة وكتلتها في اليدين وغادي نحاول ندوزها هنا في النخلة فبالنسبة لهذا العملية هدي حاولوا ما امكان انتم كيف كتلحتوا معايا حاولوا ما امكان ما ندخلوش النخلة فوص العجين باش ما كيجيناش العجينة ولا كيجون الخبيزة من بعد افوان مضقصين فقط كان حاول ندوز الوجه ديالها فالنخلة ومن بعد كان يعني كان عد كان نوضع النخلة في الأسفل ديالها فكان تمنا تكون اه واضح عليكم كيف كتلحظوا كنحاول يعني كنجمعها ونعطيها شكل اللي هو كروي ونحاول ما امكان كيف كتلكم النخلة من دخلوش فوص العجين باش الخبيزة من بعد كيجينيش مضقصين انا قدي نستمر ان شاء الله في هاد العملية هدي كنشكل خبيزة ديالي وكان دوزهم كاملين هنا في النخلة وعد من بعد إن شاء الله نرجع باش نقرسهم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة